موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وكل سنة وحياتكم الطيبين مهوضة عليهم مع بعض كفتة الحيات وحنستعملها بطريقة سهلة وممكن نسويها أكتر من طريقة وما تفكش مننا ما تقعش تطلع مزبوطة الدهون قد إيه ممكن نزود إيه كل الكلام نهجوه مع بعض بعد نقول المأذير بتاع الكيلو من اللحمة المفرومة الممتازة من بوم ميت بعد كده عندي كوباية فول سوية منقوعة باصلة ممشورة معلقة بيكنج بودر معلقة زويرة طوم بودرة معلقة كبيرة بابركة رشة جوستو طيب ملح وفل في الأسفل عندي الفول السوية بمقعها كويس جدا في مية بنقابلها بيوم بمية ساعة ولو قابلها بساعة يبقى بمية سخنة بعد كده عصاب فيها كويس وماخد الفول السوية حطتها في الكبيرة أو دايماً لما بنأكل كفتة بره المطاعم معظم ما فعن بالحط ده ولما بنلاقيش الفول السوية بنلاقيهاش أو بنحسش بعموها عشان بتضرب في الكبيرة الأول مع البهرات عندي بابركة وعندي جوست الطيب وعندي البيكنج بودر والطوم البودرة البيكنج بودر هنا ساعات بتكون اللحمة المفروض ان يكون فيه من 20-30% دهون على الكفتة وده بيخالي الكفتة جوزي كده وطرية وحلوة لو زاية النسبة على كده بتفتح وتلاقيه في شكل ضغير ويطقع منك على النفح طب لو نسبة الدهون قليلة ده بيعبرنا مشكلة ان الكفتة بيكون مكتومة بنحط على البيكنج بودر عشان يخليها هشة شوية عشان فينا سبول بيكنج بودرة بتلاحلويات بس هنا هينفع نعمل ده ونحط بيكنج بودر على الكفتة بتاعتنا عشان تطلع حاجة كده يعني معمولة في البيت اه بس يعني طعمها وشكلها زي الجهزة بالزبط ويا سلام بقى لو احنا عندنا شوية ورايجين قوي لدرجة ان احنا نعط بقى ده نشوي قبل المغرب الموضوع بيكون حلو جدا حطينا الفلفل الاسوي والملح وسلام بقى لو حتت لهيه كمان في الكبه هنا هتدي طعم برضو خرافي وميحة ولا اروع من كزا هشغل بقى الكبه وطحن ده لحد ما عامل زي دي اكدت كده كويس ان الفول الصوية طحنت حلوة عشان في الاخر لو ما طحنتش كويس عليها عامل زي الكور في الكفتة بعد ما الدهوم بتاعيتها هبتسيح طيب عندي البصل بنحط البصلة وبنعمل نفس اللي انت بتقول عليه ده في الكفتة بس بتفك باننا عشان حضرتك بتنسي وتحطي البصلة بالمية بتاعتها اي حاجة فيها مية لازم يشيل المية بتاعتها عشان ما تقعليش الكفتة على النار او على الجراب بصوا الفول الصوية اتعبر بالبهارات نشفة خالص اهي عندي بقى البصلة وبنعمل كده بالزبط بس بتقع مننا بسبب مية البصل هاخد البصلة كده شيلها هاخد البصلة المبشورة ويقوم عاصر كويس قوي كده وقبض ايدي كده هدوس جامد قوي عشان المية دي لو عدت في الكفتة هتخليها تفك بنا جامد قوي كده حد ما تبقى التفل بس ولو في اي حزة كثيرة في التفل بعد ما بشوره اشالها فالس عشان ما تتعاش كده في الاكل بتاعي بتعود وهم اقلب كل الكلام ده مع بعضه جايب اللحمة ويفضل ان تكون اللحمة متجمدة شبه متجمدة كده عشان ما تقعش مني برضو وانا بعملها بعد كده قلب بقى كل الكلام ده مع بعضه لو عندك عجان ممكن تحطيهم في العجان كده ايه بسلاح الكف لفتين هيقلبهم كويس اقلب بقى حل افضل اعمل كده الاول اكيني باعصول فيهم بعد كده بقى في الادية وكيني بقى بدي اللحمة ايه بالبنية كده وانا ايه الفلوس طيوع تختلط كويس بالبهرات مع اللحمة بتاعتي خمس دقايق بقى نفضل نقلب كده لحد ما نظبط الخلطة بتاعت الكفتة بتاعتنا طيب عايزين بقى نعمل اللسيخ عندك السيخ بتاع الشوات الكبير ده هينفع تشك عليه عندك خلة الشيش الكبيرة هينفع تشك عليها عندك المسان بس هاخد كور الكفتة كده اختلع منها الهوى افضل ايه كل ما الكفتة تكون سقعة كل ما هتبقى احسن في الشك نجزم افضل اخرج الهوى من كور الكفتة بتاعتي كده ممكن افرم شايب بعدينس وحطوهم عليهم برضو لو انا حابي بعمل كده وفتبتي بقى ولازم ايه نظلع ايه اطلع الهوى وليه عملت الكور دي هبريكوا ليه انا عندي خلة الشيش الكبيرة قوي دي وعايز اشك عليها بعد ما طلعت منها الهوى كده هبتدي اكني بعمل بأدية كده عشان تبقى عاملة معي زي الصباة وبعد كده ام دخل السن هنا في النص والسيغ برضو بيكون بنفس الحجم ده وقوم جاي قبل ما اعمل ده ام بحاط ايدي في مية البصل هنا عشان ما تلزقش في ادية من الدهون اللي فيها مثلا وتديني طعم كويسي ممكن احط ملح وفلفل اسود على مية البصل وممكن اخلي الملح وفلفل اسود للاخر بعد اطورج من الفرن او بعد بطلع من الجريل او مرش عليها كده يبقى ايه محطتش كتير ملح وفلفل اسود بما اني احاطت فلفل اسود على الخلط بصوا بنعمل كده ونقض بطلع عصير زي ما انا بعمل كده الفكرة كلها ان انا بأدية بصوا بكلوة ايدي كده بقفل عشان اعمل ده بنعمل ده وبطلع عشان ما بنقفلش صعوبة الكفتة من الجنابي ببقى لازم بقديكي كده تفضلي تخدمي اللحم عشان يقفل على العود او اللسن اللي انا بعمل عليه او كده او بقديكي اقفلي دول بعد كده بنساوي بعد كده بنزل على الحتة الاخيرة مش عايز الصبوع كبير قوي كده اعمل جاي في النص بقديكي اكني بمسك الحركة دي اهي مجاي هنا كده فتحت ارجع برضو بقديكي تاني اقفل زي ما كنت اقفل من فوق ومن تحت وانا كده عملت صيخ الكفتة زي الكيابكي بيعملوه بالزبط ممكن بقى اثنين ممكن ثلاثة ممكن زي ما انتم حابين ممكن شكل تاني كده بتعامل زي تخريزة ما عنديش خلة شيشو ما عنديش سيخ بس عندي المسان نفس الموضوع اهو اعمل فلع الهوى كده وقدينا في مية البصل ونجاي هنا على المسان كبير بقى قصير ينفع اهو نفس الموضوع ممكن اعمل الصوابع الكفتة الكبيرة ايو دي لما ان انا بقى في السيون فهنكافئ اللي هنأكله فنعمله حاجة يعني ايه الصبوع محترم ايه موسيقى موسيقى حسيت ان الكفتة فكة منك قوي قبل ما تشكيها قطيها في تفريزة شوية تشمع او تتجمع شوية او في التلاجة نفس الموضوع هادي سيخ بالحجم ده وممكن بقى الطريقة العادية خالص ما عنديش وقت او مش قادرة او صايمة فممكن اعمل كده على قدية واحنا حاطيني البيكينج باودر باعشان لو حادرتك بتعمليها كده متبقاش مكتوبة من جوا بس ما تتخنيش الصبع يبقى نقدر نعمل الشكل ده او ده او ده ولو احنا عندنا لية ممكن ندخم بيها الكفتة في الاخر موضوع يبقى حب سخن كده الجريل كويس قوي لان الجريل لو ما كانش سخن الكفتة تلزق فيه والموضوع يبقى تعامل ده كله راح على الفضل بعد ما تسخن الجريل شوية زيت وننزل بقى ايه بصعوبة ع الكفتة بتاعتنا كده وطول ما الكفتة الصبع ماشي معاكي ما بيفكش مش محتاج ان احنا نحطه في التلاجة او في الفريزة بس طي لو حصل معاكي هتدخليه من الفريزة شوية بس تشد والموضوع هيبقى حلو ايه طيب زين بقى نجاهز فحمية عشان نفحم كل الكلام ده راحنا مش قوينا على الفحم جنبينا ونجاهز صنية عشان وفويل او صنية بغطا عشان نكتم الكفتة تاخد ريحة الفحم بسعنا كده الكفتة بتاعتنا بعد كده ومرايح بقى على الصنية واخد كل الصوابع بتاعت دي كده بسم الله وهم شغل الفرن ومدخنهم الفرن بقى ايه مع بعض كده كلهم وولع بقى الفحم عشان ايه قدي ريحة الفحم لكل الكفتة بتاعتي ادخل دول الفرن نشيل بقى الشوية خلاص ونولع فحمية صغيرة كده على البوتاجاز بتاعنا على الما الكفتة بتاعتنا بكل استاوت كلها كويس استاوت كده الكفتة بتاعتي للفرن هافتح بقى بسم الله الرحمن الرحيم وطلع صغ الكفتة من الفرن كده انا متأكد تماما ان مهما كان الصوابع بتاعي كبير استاوت وستاوت كويس وادوبك بس قلمته على الجرين فعندي بقى طريقة حلوة قوي متفحم لي الكفتة بتاعتي وتديني ريحة وطعم حلوين اجيب اي حاجة كده عشان قمنا الرمات بتاع الفحمة ده مضر جدا وقوم واخد شوية الدهون اللي نازلة من الكفتة بصو اللحم هاني ما كانش فيها نسبة دهن علي قوي فهياخد شوية بس كده على بولة او على ورقة فويل وقوم حاطتها هنا وقوم جايب بطا او فويل على قد فلصانية وقوم جايب الفحمة بتاعتي بسم الله كده وقوم اخد الفحمة على طول على الطبق ده وقوم مغطي على طول كده والدخان طالع اول ما يطلع وقوم قافل عشان اخد ريحة الفحم ممكن تعملي كده فتشيش طويق في الصدور المشوية في الفراخة المشوية في الكفتة كل الحاجات دي بتزيب تطعم قوي اه وقفل ولو استعجلتي او كنت عايزة تخلصي اكلت من بادر قوي كله هتعجل بسطاك ده زي ما هو تخليه في الفرن هو مضفئ ومشارع الحرار هادية قوي او ممكن يطلعه بعد كده نسخن الكفتة في المكرويب بس اعتقد يعني المكرويب مشو هيكون حلو قوي زي الفرن هنسيب ده عشر دايق وبعد كده نرجع نقدمه عشان يكون بقى خد من الكفتة من الفحم الكفتة بقت راحيتها زي المشوية وبعد كده طلع شوية بقى دونس بقى على شوية سامبوساكس برينجرول بوم ميت يعني عاملة معنا الصح يعني في كل المنتجات بتاعتها طيب لو انا ما بحبش بقى الفول الصوية بس الكفتة عجبتني ممكن اطلب ده من بوم ميت متوفر الكفتة جاهزة ومعليهاش اي فول صوية ولا عليها اي مقود حافظة عشان عارف ان مش كل الناس بتحب الفول الصوية بس بما اننا يعني بناكل الكفتة كتير في المطاعم فمعظمها بيكون عليها فول صوية فمليه ان ناكلها في المطاعم ولا ناكلهاش في البيت بس مع ان احنا في البيت هنعمل حاجة هتكون احسن كمان من المطاعم بكتير او ودي بقى كل الكمية بتاعتنا ودي الكيلو يعني ما شاء الله عامل كمية محترمة جدا ممكن تأكل عيلة ويكون عيلة كبيرة كمان او على حسب بقى ممكن يبقى عاملين ميكس من المشويات بعد كده اقدمها بقى على البقدونيس وهم جايب بقى الفحمية بشوية الدهون دي حيث ان يتدخن كده وقدم الكفتة بتاعتي وبعد الفاصل هنعرف ازاي نعمل مع بعضة دي كروم يكون كبير او اي حجم ايان كان وفي الاخر ازاي يسويه وازاي تبينه الطريقة كويسة بيطلع طعمه من فهر رحمة اهلا بكم مرة ثانية بعد الفاصل العظومات دايما بتحتاج احنا نحط حاجة كده قيمة على الصفرة فنعمل مع بعض دي كرومي وزن من ثلاثة كيلو مص لأربعة عندي اول حاجة التدبيلة عايزة خلي تدبيلة دي كروم تطلع حلوة فنحط عليها برطقون عشان نضيع طعم الزفرة شوية لو فيه سنة يعني في ناس بتقرق من ريحة اللحوم فالبرطقون هتخليه طعم اللحلة مسكرة وفي نفس الوقت بشر البرطقون بيخلي طعم ويحة جمدين او فيه التدبيلة هنشوف محتاجين ايه محتاجين دي كرومي يكون اي وزن موجود بعد كده عندي برطقونتين عندي روزماري زعتر اربعة من البصل اثنين فاصل طوم كباية مية كبيرة ثلاثة معلق كبار من السلسة معلق كبار من الزيت معلق كبار من الخل ملح وفلفل اسود ولو كان وزن دي كرومي اكتر من كده من اربعة كيلو يعني او خمسة كيلو فهنضرب كل العاجات دي في التدبيلة عندي الكبة عشان هسهل عليك التدبيلة قوي يعني حيس ان دايما دي كرومي متعملش في مناسبة ا في عزومة فانا هجيب البصل واحط واقطعه كده على اربعة واحطه فين في الكب يبقى اول حاجة البصل بعد كده محتاج سكينة رفيعة وحامية عشان هعمل بيها ديك من جوه هشك بيها ديك من جوه بحيس ان هو يبقى ايه يبقى مستوي سوا كويس قوي ومحتاج انتصال كفوين والفرن يكون شغل على درجة حوارة 180 اه عشان يستوي معايا كويس حطيت البصل كده قطعه الاربع عندي التوم فصين توم عندي الرزماري والزعتر هيا خط الورق بتاعهم كده ومنزله كل ده هتعملي فين في الكب مع بعض كده الرزماري والزعتر مش عايز اخط العدان عشان سلاح الكبه مش عايزه يبرد مني من كتر اللي استوبعه قطينا الزعتر والرزماري ممكن العدان دي نخليها مع الارضية ممكن بقى بصل الخضار اي حاجة ايه موجودة بعد كده نخلى اهو معاهم نجيب شوية زيت معلقتين كده ملح وفلفل اسود ممكن جسط طيب لو انتي حابة تخطي ده او ممكن معلقة صغيرة من القرفة لو انتي عايزة تزودي بحرات ممكن جنزبيل برضو ينفع يخلي طعم حلووي ملح الواوي والفل اسود ملح والملح بقى هنا هنخط برضو على كمية الديك وكمية الخضار او الارضية اللي احنا هنخطها بعد كده هقفل الكبه واشغل بقى الكلام ده مش عايزه نعم اما عايزه خشن شوية شغل بسم الله فرمت كده الخلطة بتاعتي وخشن قوي زي ما احنا شايفين كده ومطلع بقى الكلام ده كله مع بعضه وحطوا بقى فحلة كبيرة او فصانية كبيرة او فصات كبيرة عشان اتابل فيه حاجة على قد يديك بتاعي بتنزل بقى كل الكلام ده عندي البرتقان ديسة انا كده مجيتش عنه هاخد البرتقان بطين بتوعي عايزة عصير ناولي ويا سلام بقى لو بمعلقة كده اخد التفل اللي جوه البرتقان لا مش العصير بس العصير وايه التفل من واحدة وايه التانية هاخد منها شوية من البشر وقوم عصيرها ومنزلها على التد هنجيب بقى سكينة الفيعة وهنا عندي هاي دايما صدور قرمي بيكون كبيرة قوي فقوم جايب السلاح ويمدخله من هنا كده فخلي بالي من ايدي ودخل عشان افتح السدر من الجناب او من تحت يعني نفس الموضوع في الورك بس من تحت الجلد وهم جاي بقى قطع الاوطار بتاعة الورك يعني الجلد اهو عمدخل كده نقطع ده نفس الموضوع من الاحهة التانية هنا بس اخلي بالي لان لو الجلد اتقطع الموضوع هي بصعب بعد كده هياخد بقى التدبيلة وهمدخلها فين تحت الجلد وممكن بقى اسحب الجلد كده حيس ان احنا ستكين امكم نعمل الفراخ ده دخل ايدي كده زي الخطاف واسحة بقطع افصل الجلد عن اللحم كده ادخل ايدي كده ايدي كده ايدي كده ايدي كده قد ايدي كده ايدي كده ليس صبعه بصعب ممكن تدايق اي حد فين في الورك بتاقي هنا اضيك يبقى بستوي مصدود بعد كده قلنا هنجيب صانية خط في أرضية بتاعتها بصل وشوية مية ويباقي التدبيلة اللي هتبقى السبب هلق اليديك الاول كده والفوا بقى في صانية كده تاخدوا مستريح عشان اقفله بالفويل كويس ممكن الحرف الاخير ده شيله خالص بعد كده هجيب بقى التدبيلة وبتدي ادهر كل الديك بتاعي بشوية التدبيلة الباقيين والزيادة هنزله في الجناب كده على الديك وانا بنسمع اخد حط في البط بعد كده عايز خده برا عشان اربط دول مع بعض لان الجلد لو سبت اديك دخلت اديك الفورن كده فدول هيتحاروا فلازم ايه عم رابط دول بقى اللبنة كده كويس الجلد لازم يكون مغطي السدر كله بعد كده هم جايب الخيط ورابط رجل ومشاهدت هنا كده واقضة كمان او مرابط الاتنين بقى على بعض عكسة بعض كده الربطة عشان ايه بيفضل متكتف التكتيفة دي ما يخش الفورن ويفسل طب انا قدخلت الفورن كده مش حيستيب كويس ومعايز اتأكد تهمني ان هو استوى لازم اغطي انا حطيت الماية دي مع التدبيلة وبقيتها والصنية والارضية كل الكلام ده عشان بقى همجايب الفويل ومقافل كويس وما ينفعش خالص ان يبقى فيه حتى نقطة او خرم بطيط او يخرج منه لهو واللي اهم من ده كله ان الفويل ما يلمس الديك عشان لو لازق فيه ممكن يقطع للجلد لما يجي احمى وقطع بس كده بزيادة الاول وبعد كده كتف كويس بالفويل وادخله الفور يبقى اتنين كده هون هذه الصنية بتاعتي نقفل نقفل من الناحية الثانية ونقفل ونقفل قفلنا كده الفويل بتاعنا كويس هنروح عضبة حرارة الفورن وهي 180 ونفتح بقى على آخر رفة تحت عشان البديك ميتحرقش من الشوق نقفل 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 هذه الصنية نقفل أدخل عصر نقفل نقفل كده الشكل الدهبي وبعادل طعم السكر بشوية الملح والفلفل اللي انا بحطهم وارجع بقى قلب كل الكلام ده مع بعضه العسل طبعا هيتكرمل على وش الديك وانا مش عايزه يبقى متحاروة قوي فهم جايب شوية مية على الخليط بتاع ده هبقى شوية زيت مقلبه كويس وبعد كده بفرشة بقى وادهن الديك بقى يعني زي الرسامين كده مقلب بس كويس عشان ما يبقاش في حيطة التقيلة عشان حيطة التقيلة دي هتعمل لي ايه اكينه ملسوع كده او حاجة لازق فيها انا مش عايز كده وقليها خفيفة كده وبعد كده ومرايح على الفرشة وابتدي بقى قدهن بقى صلصة بخفت خالص مع العصر هدهن بقى الكلام ده كله كده بعد كده هفتح الفرن تاني وعلي درجة الحرارة واتأكد كويس قوي ان الشواية بتاعتي مش ضربة في الصدر عشان ما يتحرقش مننا ولو هي قريبة فانا عايز احمر بس فهشيل الشبكة وهعمل كده عشان انا عايز الوش بس لتتحمر يعني محتاج اشغل الشواية بس احمر وش الديك بيبقى بعيد عن الشواية هدخب الفرن كده وتابعوا بقى الفوا وازبطوا عشان ساعدوا الفرن دي شواية عالية من جنب وجنب لحد ما يتحمر كله بقى زال فرن عملنا الديك الثونجر خنا الفرن في ماء الحمر والكفت والفحم بقى في التقديم الموضوع لازم يبقى حاجة عظمة كده وطلع درخير عشان نفتح كل الناس اللي بتاكل معنا بعد كده هنروح بقى نشوف ايه العظمة اللي خارجة من الفرن دي بسم الله الرحمن الرحيم خلي باليك كويس قوي عشان المية او الدهون اللي نازلة من الديك من الفرن عشان ما تترقش عليك لازم تبسك حاجة تكون قوية كده بعد كده همسك بقى الديك بحاجة تقيلة عشان ما يقعش مني وخلي بالي من الدهون اللي نازلة منه دي لتكون سخنة جدا وبعد كده روح بقى على صنوية العظمة عملنا قبل كده صنوية السعادة وكانت تعاج بنات كتير قوي دي بقى صنوية العظمة حاجة كده جميلة جدا بعد كده عايز اعمل شو على الصفرة بتاعتي بحيث ان عندي ضيوف بقى وعندي العيلة كلها متجمعها وعايز اقدم لهم كويس هحط الفويل وفيه نية او فيه شوية زيت ومنازل عليه بالفحم كده بحيث ان بقى صنوية العظمة يعني تبقى حاجة كده بنعملها في المناسبات الكبيرة اللي هو يعني بنعمل شوه قدام كل اهلنا وضيوفنا ونسانة وون طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم كده عملنا الكفتة المشوية وعملنا الديكو جومي كده خلاص خلصت حلقاتنا النهاردة رب تكون خفيفة عليكم وتعملوا ده الفطار دايما على التجمعات ورمضان كريم علينا وعليكم وخلصت حلقاتنا النهاردة اشوفكم بقى في نفس المعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم والسلام ختاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة